يقول دكتور ليث كما استمعت أن إيران الآن تضع ثقلها بسايرون وبالتالي تمنح القيادة الشيعية إلى سايرون هل هذا يولد لدينا سؤال إذا كان السؤال فعلا هو بهذا الشكل أن إيران الآن تعاقب بقية القوى الشيعية لأنهم خدعوها ولم يستطيعوا أن يكونوا بمستوى المهمة وبالتالي تأجلت التظاهرات والتظاهرات إيران بره بره وصور خامنئي فبمعنى أنه هي لا تثق بهم وبالتالي بدأت تحيدهم وهي أمام مرحلة صناعة جديدة تبدأ من سايرون يعني هذا السؤال هكذا كان يقول به السيد دكتور ليش كما لا لا هو سربت معلومات مو شبه مؤكدة مؤكدة عن اجتماع في بيروت حضره كوثراني كان مخول من إيران وبإشراف حسين حسن نصر الله وثلت بعض قوى من بعض الميليشيات والشقيق الأكبر إيران كانت رسالتها واضحة يجب أن تنتهي التظاهرات بأي ثمن يجب أن تنتهي بأي ثمن أما أوكله المهمة للصدر للسيدة الصدر ربما لأنه أقرب شعبيا للمتظاهرين ربما حتى تختلط الأوراق لأنه من بإمكان إذا يردون يفككون التظاهرات بالقوة عدهم فصائل كثيرة لكن ما يردون يروحون لهذا الخيار ربما يلجأون لهذا الخيار باللحظة الحرجة بعد أن تنتهي كل الأوراق تحترك فأنا أعتقد اختيار سيد مقتدى الصدر لتفكيك التظاهرات أو لاحتوائها بأي طريقة هو بسبب قربة من التظاهرات بسبب وجود مجاميع من التيار الصدري داخل التظاهرات وبسبب وجود بعض الناس ما زالوا يعتقدون أن سيد الصدر صاحب رسالة للتغيير ترجمة نانسي قنقر